مجلس المناقصات والمزايدات مجلس المناقصات والمزايدات سعي المجلس الدائم لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة والتي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم وبدعم ومتابعة من سمول العهد الرئيسي مجلس الوزراء وأشارت أهم بيانات التغرير السنوي لمساهمة المجلس في تحقيق وفورات في الاعتمادات المالية المرصودة للمناقصات الحكومية قدرها 485 مليون و600 ألف دينار بحرني في عام 2023 وذلك من حصيلة الأسعار التنفسية المقدمة من قبل الموردين والمقاونين المشاركين في المناقصات المطروحة عبر نظام المناقصات الإلكترونية وخاصة المناقصات العامة وأوضح أحمدان أن الوفرات المتحققة جاءت نتيجة صياغة خطط مدروسة وشاملة وضعت في عين الاعتبار توازي تعزيز الاستدامة المالية مع الاستمرار في رفع مستوى خدمات المجلس في مجال التمييز المؤسسي وحوكمة وإدارة المشتريات والمزايدات الحكومية بكفاءة وفعالية وبيّن سعادته بأن هذه الوفرات المتحققة هي حصيلة الجهود المبدولة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بالتنسيق مع شركائه من الجهات المتصرفة لتطوير عمليات الطرح والترسية وذلك بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات الحكومية من جانبه نوا سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأن التقرير السنوي للمجلس يعكس المنجزات المتحققة في عام 2023 ويؤكد مدى موصلة التزام المجلس بدعم رؤية البحران الاقتصادية 2030 وتطرق العلوي لبعض الإجراءات التطويرية التي عكف المجلس على تطويرها كألية الرد على استفسارات الموردين والمقاولين إضافة لزيادة عدد المناقصات المدرجة في جلسات فتح مظاريف العطاءات من 15 مناقصة إلى 25 مناقصة ولفت العلوي لأن المجلس يسعى دائما لمأسسة العمل وحكمة الإجراءات لتعزيز الشفافية والالتزام وتحقيق أهداف القانون من خلال توثيق كافة إجراءات وعمليات المجلس ووضع مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس والتي أفضت لحصول المجلس على شهادة الجودة العالمية وشهادة الاعتمادية لإخلاقيات المشتريات للمنظمات للعام الثالث على التوالي كأول جهة حكومية على مستوى مملكة البحرين تحصل على هذه الشهادة تحصل على شهادة